التقى سافير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع السكرتير العامة للمفاوضية الأوروبية ألزي جهانسون خلال اللقاء أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة لسيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة والنظيفة وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 في نوفمبر المقبل وأكدت المسؤولة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي تقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية للمؤتمر كما بحث الجانبان أزمة الغذاء العالمية حيث تم تأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضررا من الأزمة الحالية